موسيقى السلام عليكم البنايات والميمادية والكديرين لبس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بيه خير وعلى خير ولقاكم الفيديو ديالي في احسن احوال عشركم بروكة وعيد مبارك سعيد ان شاء الله باش مما كنتمنى وقال لي كنتمنى شي حاجة يارب يحققها لها يوم جيدكم محجوج وصفات لي السهل المهرين الاقتصادين توجدهم ان شاء الله في الطبيلة ديالكم في الفطار ديال العيد واحدة الرغيفة البنات اللي بلا بيض بلاد سهلين ومكونات اللي بساطين بزبزب ويجيوا ورائعين جدا واقتصاديين وبكمية قليلة يعطونا تبارك الله وحطبيس اللي عامر توجدهم هكاية تكونوا كتنين تفطروا عند العائلة ديالكم بديهم في ديالكم وتحطوهم في طبيلة ديالكم سباح العيد كيجيوا وعري واقتصاديين وسهلين بزب سنشاركهم معكم إن شاء الله وسوف نشارك معكم واحد الكيك اللي معلكة اللي بيدة بشوكولات وصص ديال شوكولات اللي تجي فيها واحد البنا ومادا يحمل التمار والقرقاع كنتمنا إن شاء الله تعجبكم وغير مراتكم هكاية لما أريد لديهم المكونات اللي درت أنا ويمكنكم تعودون بحوية اخرى ويمكنكم الوصفات لزوينين الساهلين القسيصة وأهم شيء تحطوهم في طبيلة ديالكم نتحمروا بيوم ووجودكم نهار العيد ويمكنكم إن شاء الله نعطيكم المقادير وطريقة تحضر لديهم وصفات ولا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك لكي تشجعوا الفيديو لكي تشاركوا معكم لأي حاجة تريدونها دعوني في كمانتر سوف نعطيكم معي أول حاجة سوف نبدأ معكم بها الرغيفات سوف نقوم باقتصادية ولا مجهود ثلاثة الكيسان سوف نعطيكم حاجة تبصيل كبير عامر وهذه الرغيفات إلي كترتو طحير رغي أعطيك كمية كثيرة مهم هدو كمية هدو عجينة تعطيناها تبصيل كبير عامر سوف نضيف معه منها الساشي تقدروا تديروا هذه الساشي و تعودواها بمعلقة كبيرة ولو يجمعي القد المظهر ولكن هذه الساشي غيكون من الأحسن قبيصة ديال الملحة هنا الخميرة ديال الحلوان تقريبا نصف واحدة معلقة صغيرة مسوحة الخميرات الحلوى ونصف خمارة نزيد البنات معلقة كبار دانون مسوس هذا يعطيه واحد الهشاشة الرغيفات تستغنو عليهم الى بغيتو الى كانوا من الافضل ديرهم معلقة كبار دانون مسوس سنجمعهم بالماء عادي مروبيني كاس اللي عبارته بها البنات ثلاثة الكيسان ديال الدقيق نضير كاس ديال الماء كاس ديال الماء سيجمع الى الكيميه مهم العجين تكون قاسحة دفراسة ما كتكون مرخوفة مهمتو ما البنات على حسب نوعية الدقيق انا هزت لي كاس نيشان بالعبارة ديال الكاس اللي عبرت به الطحين وانتو ما عندكم ميزانكم مهم عجينة خاصة تكون شاد دفراسة ومتكون مرخوفة سافي هنا البنات بعد ما تجمعت لي العجينة نضعها في سطح العمل ومزرها بشكل قريب لانتو ما تكون لانتو ما تكون مرحلة مهمة بشكل قريب ونضعها فقط ونضعها فقط ونضعها تقريباً 1-10 دقائق تقريباً بشكل قريباً تقريباً كمية العجينة كمية العجينة كمية العجينة نقوم بإمكانك العجينة تبسطها رقيقة كمية العجينة تطلق و تسرح كمية العجينة تبقى تبقى فيها تبقى سرح حتى تبقى عجينة تشرب العجينة بعدما نصرحها رقيقة نطويها على شكل مربع ورغيفة مربعة بشكل عادي كيف ماشتوا ونجيبها جنب عند بعدياتهم ونشكلها على شكلها رغيفة مربعة بها الطريقة هذه البنات سوف يبعد ما نشكلها بشكل مربع ندوز مباشرة نبسطها بالمدلك سوف يحاولون البنات من اللي تكونوا تبسطوا فيها بالمدلك تحافظوا على ذلك الشكل مربع باش ما تخسروا لكم هكا الشكل ديالها وما تضعوا لكم العجينة تجيكم نيشا رغيفات مهم كنبقى أنا تابعها هكا يبسطوا فيها وكنحافظوا على ذلك الشكل المربع كيف ما قلت لكم كتجيكم على شكل مستطيل ولا على شكل مربع المهم تحافظوا على شكل ديالها باش جيكم في التقطع مهم سوف يستمر هكا يبسط فيها ما أخذكم مش ترققوها بزيب مهم كتجاد لي أنا غنور لكم قداش مهم ما تبقاش هكا غليدة وما ترقاقش جاع بزيب بزيب الجاهد اللي غدين هكا ملي نديروها في الزيت نفخلينها في المقلع ووجيوا هكا تباينين مورقين صافي هنا يا البنت بعد ما بسطتها خليت قلبا واحد سنتين ما كاملش وكننأخذ هات الجرارة هادي ديال شباكية ولكنتأخذوا القطعة ديالبيتزا أنا صراحة أخذت هات الجرارة ديال شباكي وهذيك الدائرة ديالك تبقى تلعب من اللي أنا كان قطع بها كتبقى تميل باشي مشكلة لبنتوا خيجيكم ذوك الخطوطها ميلية رملي كيتقلاو كيتنفخوا في الزيت ما كيبقاش باينين قاع العيوب ديال زعمه الجناب ومهم غير قطعوهم هاكا بشكل متساوي جيبكم رغيفة بنفس القياس وصافي مهم كيف ماشتو أنا كندير ربعة ديال السبع وكننقطع الأشريطة ومن بعد غدا ندير البنت ربعة ديال السبع وغنقطع ذوك المربعة ديال غايف وما كتدع لي نتاشي حاجة البنت في العجينة كتجيبوا العجينة مربع نيشان باش هكا كتقطعوها على ربعة ديال السبع وكتجيكم هي هاتك ومهم غنقطع هاد الكميه بنفس طريقة كيف ماشتوها البنت ديال العجينة وغادي ندير الزيت تسخون باش غنقليها معاكم سهلة البنت وما كتشتش لنا الوقت بزاف بالزربة كي يوجدوا هاد الرغيفة هادو وكي يجيوا رائعين ويمهم غنقطع ديال هاد الكميه كاملة واندوز نقليهم هنه يا البنت درت كميه ديال الزيت في المقلة ودرتها فق البوطة حتك تسخون الزيت مزيان مزيان على نار متوسطة ما تكون شميلة وما تكون شها البنات مجهدة بزافش ما يتخطفوش لنا تكون متوسطة ساف كنديروا الرغيفة كيف ماشتوا البنات غيكة تحطوهم كيتنفخوا بوح ديتهم في المقلة ولا بغيتوهم هاكا يزيدوا يتنفخوا ليكم مزيان ابقوا هاكا تهزوا شوية ديت الزيت من جنب وتخووهم فوق منهم كيزيدوا يتنفخوا كي يجيوا مورقين كي يجودوك طبقات محلولين وكي يجي فيهم حد المادا قرائع ومقار مشين كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ساهلين هادو دي الاخر لحظة رغيفة دي الاخر لحظة تقدروا توجدوهم البنات حتى الصباح العيد كيلي هاكا يبغي يوجد رغيفة تصباح العيد كيف يقوم قرمشين وزبينين هاد العشينا هادي ولها الطريقة الساهلة وسريعة البنات ضغية كتوجد معانا سفي هنا يبعد ما البنات تحمروا أخذت واحد الكاسرونة درت فيها كسكاس بشكا فين غيستقطر لي العسل وما غديش نديرهم منيشا في العسل اللي بنات غنهز هاد الرغيفة هنديرهم في الكسكاس وغنبقى نهز العسل ونخوي فوق منهم ويم صافي بعدما هكا هزيتهم الرغيفة كاملين كان ناخذ هاد العسل هادا انا كان عندي جامة اطلقت واحد شوية في الكاسرونة واحد شوية وصافي الجهد اللي غادي نبقى هاكا كيفاش نهزوه نخوي على الرغيفة صافي وكان نبقى نعسل هادوك الرغيفة هكا وحيدة بوحيدة بالنفس الطريقة تقدروا البنات تطفيهم ها كنيشا في العسل ولكن من الافضل بشميهزوش لكم العسل بزاف اديروا اليوم هاد طريقة هادي صافي وبنفس الطريقة البنات غنكمل طياب ديال هاد الرغيفة اللي عندي كديروهم في المقلة رغي كتحطوهم العجينة بوحيدة هذه الساعة كتطلع كتنفخ اهم حاجة العافية البنات ما تكونش مهيلة باش هكا ما يبقوش صامطين لنا في المقلة باش يتنفخوا تكون متوسطة وما تكونش مجهده بزاف باش ما يتخطفوش صافي بنفس الطريقة غنكمل البنات غنكمل طياب ديال هاديك الكيميه اللي عندي كاملة ديال غايفة وغادي نعسلها صافي وغنقاط طبي سيد ديالي ومدوز نوريكم شكل نهائي ديالهم كيفش كي يجي ان شاء الله ها هي الناس ها هي البنات غنضوز جد معاكم واحد الكيكا بشكل اللي كجي معالكة معالكة ولديدة هكا يا تقضميها في طور تلعيد كجي رائع ها هي البنات غنضيرها بالتمر والقرقاع تقدروا تعودون انتم الزبيب واللوز اي مكسرة عندكم غيهو التمر كجي معالكة كتر والتمر دياله موجود عندنا البنات قطعوا واحد الكيمياء هنه قطع تنشر حبة ديالتمر اضع المكسرة اضع المكسرة سشي الفاني قبيصة الملحة سكرسانيدا سوف نظيف المحطة يضع الحجم البيض ويضع اللون بيض سوف نضيف المكسرة سوف نستمر في الخلط ونسجمنا الزيت هنا سوف نضيف المكسرة تأتي بالحليب السخون اضع البطاء وهناك وهذا هو سورة القزة من الشاشة يمكنك ان من السيارة سوف نضيف المكسرة سوف يحركوا بطاقة سوف يجب ان يkindle أصبح نقص الصút في حليب المكسرة لذلك سوف ندعون بعض السماسات نخلط الدقيقة للخلاط اليدوي وضروري لا تغرب له في الكيكة لكي يهبط مهوي عليها و لا تقوم بشكل دقص هنا نغرب الكاس الثاني للدقيق و هنا نزيد معاجوج مع الكبار الكاكاو نغرب لهم حتى هما سوف نخلط الدقيقة للدقيق حسب الخالط أنا أعطيكم كمية بالضبط حيث ذات لي أعطيكم كثير منها و لا قل منها على حسب نوعية الدقيق كالي الدقيق اللي كيتشرب مهم هنا يا جاني بقى خفيفة شوية نزيد نصف كاس هنا في المجموعة البنات هزت لي جوج كيسان ونص مع جوج مع الكبار دي الكاكاو كانت هاد الكمية كافية باش كتجي الكيكة هي هادك ما تقيله ما خفيفة سوف نزيد ثلاثة دي الخمارات دي الحلوة ضروري من غرب لهم حتى هما بالخصوص الخميرة البنات كيكونوا فيها كويرات ولما تغرب لها كيبقوها كلاسقين وسط من الكيكة ويمكن نغرب لهم الخميرة سوف أخر حاجة كنخليوها كنخلطوها كيحتاج كتنساجم سوف يكون الخالط دي الكيكة انها هو واجد سوف ندوز لبنات هادك المكسرات اللي غندير في الكيك تمر والقرقاع غندوزهم في الدقيق ضروري باش مكيلاسقوش اللي يكون في القاعدة اللي مولده بتشوفوا البنات من اللي غطي بالكيكة ونقطعها معاكم كيبقوها ديكو المكسرات لاسقين وسط من الكيكة مهم هي التمر البنات والقرقاع كيتواتو مع بعضياتهم وكيفما قدلكم تقدروا تديروا التمر بوح ديتو ولا تديروا التمر معه اللوز ولا اي مكسرات اهم حاجة تديروا التمر كيهو اللي يعطي ذلك التعليكة وذلك اللده مهم دوزتهم مزيان في الدقيق وغيرنا نغرب لهادك الدقيق الزايد اللي فيهم باش كيبقوا غير المكسرات بوح ديتهم والدقيق اللي لاسق فيهم سوفي ونخويهم على الخالي ديالكيك وندوز هكا كنخلط هكا باش سوفي البنات كنخلط هكا باش كي المكسرات كيتوزعوا لي في الخالي ديالكيك كامل سوفي اخذي هاد المول هادا دهنتو مزيان بكدهنو مزيان بالزبدة والدقيق وكتخوي في الخالي ديالكوم ديالكيك هنا الفران البنات ترى اني شعلته الى درتو فران دو ديرو على 180 دراجة ولكن الفران ديالكيك سوف تشعلو حتى يسخن وكتنقصو على عفية مهيلة وكتدخلو الكيكا ديالكوم انا ما كنحسبش لالوقت حتى كتبالي يطلعات و تقريبا كتدوز واحد خمسة واربعين دقيقة سوفي كتبالي يطلعات كنحل عليها كتديرو واحد الكيغدون وواحد الموس كيخرج ناشف سوفي رطابت كتهبطوها لتحت تحمر لالوجه ديالكوية سوفي تخرجوها هنا الكيكا ديالكوية قلبتها في الشبيكة لتقريبا دوبت شكولات في حمام مريم وضعت علي حفينة كوكو ومهرمش وضعت عليها دانية ديالشوكولات ويضع عليها دانية شوكولات وضعت علي حفينة كوكو ومهرمش محمر هذا الصوص يأتي رائعة وشوكولات مع دانية تضع الكريمة وضعت كوكو يأتي رائعة وضعت البنات الماضاك مع الكامل داخل التمر وقرقاع ومقرمشة شوكولات وكوكو تضع الكيكا رائعة بأوجه أتمنى ان شاء الله تجربوها في الفطور وكانوا هم الوصفات التي شاركت معكم البنات ويأتي رائعة بعد ما عسلتهم البنات تزينهم بشوية كوكو محمر ومهرمش انتو متقدروا تزينهم باللوز ايفيليش ويأتي اللوز محمر ويأتي عندكم زينو به يأتي مقرمشين مورقين من الداخل ضروري نحل معكم شي وحيدة تشوفو مورقين وطايبين وكتجي فيهم وحد البنات الزهرة البنات والعسل كيجيوا واعرين بزاف اقتصاديا وكيف ماشتوه كيوجدوا بالزربة فوق تواجيز وحتى الكيكا دينا كتجي رائعة كتجي مسقية بالشوكولات كيجي شكل دياله زوين وهكذا كل الكوكو محمر اللي درنا مع الشوكولات كيعطى واحد المنظر زوين وحتى الماداق هنا ضروري غنقطع معكم شي طريف كتشوفوها من الداخل كيفة خفيفة 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 مقطنة واهم حاجة البنات تجربوها بهذه الطريقة وبهذه الصوص اللي درت لها كيجي لديد كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بشوكولات وتخليوها بالفاني اللي بغيتو هانتوما البنات تشوفو هذه المكسرات القرقاع وتمر اللي درنا فيها كيبقاوا قابطا في الوسط هكا يموززين في وسط الكيكا الى ما تدوزتو ومشا البنات في صدقيق ركيها بطل تحت القاعد المول وكي لسقو وما يجيش الماندر ديالهم زوين وشوفو البنات الكيكا تجي خفيفة خفيفة معلكة والديدة كنتمنى ان شاء الله تجربوها كانوا هدو هما الوصفات اللي شاركت معكم البنات افكار اللي تقدروا توجدوهم هكا الفطور ديال العيد وتزينو بيوم طبيلة ديالكم كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو انقول لكم اسلام عليكم انتلاقاواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا